في ذات السياق أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية ماريانا بيسا أن روسيا تمنع زيارة الديبلوماسيين الأوكرانيين لسجناء السياسيين الأربعة أوليكسينتسوف، أليكساندر كولتشينكو، فيراتس سيفولايف وروستون فايتوف الذين حكم عليهم بشكل غير قانوني في روسيا بيسا أك أشارت إلى أن الجانب الروسي علق على المنع بقولها أن جميع الأشخاص المحتقلين بشكل غير قانوني هم من سكان القرم ما يعني أنهم مواطنون روس بحسم زعمه لتذكير فإن محكمة روستوف الروسية حكمت على المخرج السينمائي أوليكسينتسوف بالسجن مدة عشرين سنة وعلى الناشط التطريق أليكساندر كولتشينكو بعشر سنوات والتهم بإنشاء جماعات الهبية على أراضي شبه جزيرة القرم أما سيفولايف وفايتوف حكم بالسجن عليهم مدة خمس سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم حزب التحرير المحضور في روسيا وزارة الخارجية الأوكرانية دعت المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الروسية بحق المواطنين الأوكرانيين وطالبت بالإفراج عن المعتقلين